تم انطلاق هذا التطبيق الالكتروني الجديد تايتكس في شهر يناير عام 2022 من قبل وزارة المالية والميزانية والحسابات العامة من أجل التأمين وتسهيل الإجراءات الضريبية وكذا السماه للتجار الدفع الضرائب عن طريق هذا التطبيق الالكتروني كما سمحت هذه المناسبة للإدارة العامة للضرائب والتجار بمناقشة كيفية استعمال هذا التطبيق الالكتروني ومدى صلاحياته بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤول قسم إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة أشار بأن النظام الجديد لدفع الضرائب يهدف إلى هجد الموارد المالية بصورة أفضل المدير العام لإدارة الضرائب أمبراري باري أكد بأن دفع الضرائب عن طريق إي تكس جاء بعد أن شرعت وزارة المالية والميزانية والهسابات العامة في برنامج إصلاح وتهديث واسع عن الضغل المالية العامة وهي طريقة سهلة تساعد أصحاب الشركات لدفع الضرائب أو إبلاغ تأسي الشركات جديدة بطريقة سهلة وأقل تكلفة ولن يضطر دافئ الضرائب إلى تهم الطوابع الطويلة والوقوف في بعض الأحيان كما حث جميع المعنين على الالتزام بشكل كبير بهذا النظام الجديد ومن ثم تم أرض مصرهية تجسد أهمية وصلاهية هذا التطبيق الإلكتروني الجديد لمواكبة أصر التكنولوجيا الهاديثة للاتصالات والمعلومات في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر